موسيقى 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 كروسانواتو طيبين من ميلبرن انا هنا عشان الاستراليان اوبن اللي هي تبتدي بكرة طبعا فيه كلام كتير قوي ممكن يتقال عن الاستراليان اوبن والمرشحين للفوز والنكستجن بليرز اللي يتبص عليهم والداركورس وكل الكلام ده بس انا لازم ابتدي طبعا بالكلام عن انزي ماري انزي ماري يوم الجمعة الصبح خبطنا كده خبطة يعني على قد ما احنا كنا يمكن متوقعين حاجة زي دي اكتشفنا بعد ما اتكلم ان احنا مكناش جاهزين خالص لخبر زي انزي ماري قاله لنا مبدئين انا قلبي كان حاسس ان فيه حاجة غريبة لان احنا لما جلنا الايميل اللي فيه لستة الموعيد بتاعت البراس كونفرنسز اللي هي قبل البطولة كل اللعيبة الكبار كانوا سكتجولد ان هما ييجوا لمؤتمرات الصحفية بتاعتهم يوم الثبت ويوم الحد انما ماري كان الساعة 11 الصبح ويوم الجمعة قلبي من الاول ما كانش متطمن ليه 11 الصبح ويوم الجمعة اللي حصل يوم الخميس ان انزي اتمرن مع جوكوفيتش بس كان تمرين فيه بول كيدز وجمهور مفتوح وكده بيبقى اللعيبة ماضي عقد مع البطولات ان هما يعملوا حاجات زي دي ان هما يعملوا اوبن براكتس والجمهور يجي وكده ما كانش في مصلحة انزي خالص ان الجمهور يشوف اللي حصل في التمرين ده لان جوكوفيتش مسحه تماما وكانت حاجة تقطع القلب يعني وده كان من الحاجات اللي حسست ماري انه خلاص مش هينفع يكمل يوم الجمهور السبح انزي ماري داخل مؤتمر الصحفي اول ما حد سأله اخبارك ايه عشان بس نتزي بارجراوند انزي ماري كان عمل هب سورجري من سنة بالزبط في استراليا وبقاله تقريبا 18-20 شهر مصاب في الهب ومش عارف يرجع قوي وترسيبه لسه برا المتين وحاجات كده جالنا يوم الجمهور السبح اول ما حد سأله اخبارك ايه هو مبدأيا ابتدع عاية وطلع من القودة شوية ورجع تاني عشان يكمل لما جاي يكمل قال لنا بقنبيلة انه هو خلاص هيريتاير من التنس قال انه هو هيحاول انه هو يريتاير في ويمبلدن لكن هو حاسس ان احتمال حتى ما يقدرش يعمل كده وانه يمكن الاستراليان اوبن اللي هي هتبتدي بكرة اللي هو هيلاعب فيها لاعب صعب جدا روبيرتو باوتيستا اجود روبيرتو باوتيستا اجود ده اللي هو كسب نوفاك جوكوفيتش يا دوبك من عشر سيام في الدوحة فانزي قال ان احتمال ان الاستراليان اوبن تبقى اخر بطولة ام نعم 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 شكرا للمشاهدة 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 وعندما كانت بالنسبة لأن المساعدة كانت ذلك ونحن أن أردت في مجرد أن أخبرتني أن أدفع هذا المساعدة إلى المجرد وأن أردت إلى المساعدة إلى المساعدة like that's where I would like to stop playing, but I'm also not certain I'm able to do that. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر اللي هو الدال والويمين ستانس بيتفرج على متشارة الـ WTA على طول بيعلق على متشارة الـ WTA على طول على السوشيال ميديا كان أول لعب في مستوى يشتغل مع مدربة ست هايرد أاميلي مورازمو من كذا سنة والإعلام البريطاني كان ضده جدا وعمل يشكك في القرار بتاعه ده وهو عمل إنجازات جامدة جدا مع أاميلي ودلوقتي أاميلي بتمرن له كابوي من الناس اللي هايرد أميلي مورازمو وقال أنا فاميناست لما تسأل انت فاميناستوالاق قال والله لو أنا واحد بصدق إن الراجل والست لازم يبقى ليهم نفس الحقوق أيوا أنا فاميناست كل الحاجات دي ممكن تقولوا طب هي ليه مهمة هي مهمة عشان ما فيش غيره وبيقولها ما نعودش نسمع الكلام ده لا من روجر ولا من نادال ولا من جوكوبيش ولا من أي حد والويمين ستانس محتاج السابورت ده ومحتاج إن حد في الستاتشر بتاع أنزي ماري قول حاجة زي ده فعشان كده هو تأثيره أكبر بكتير قوي من إنه كان رقم واحد على العالم أو إنه دابل أوليمبيك جولد مادلست أو إنه عنده تلاتة جراند سلامز أو 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 يعني هو عنده إمباكت كتير قوي لإنجازاته في الملعب بس عنده إمباكت كبير قوي برضو لإنجازاته برى الملعب وفي الجو اللي إحنا عايشين فيه ده كل اللعيبة بتخاف تقول رأيها وكل اللعيبة بتخاف إنها يبقى عندها موقف قوي من حاجة معينة أنزي ماري ما فرقش معاه بعد سنين من إنه هو يوز مساندرستود في الميديا قال خلاص أنا مش فارق معايا أنا اللي في قلبي على الثاني أنا هقول اللي أنا بفكر فيه ومش فارق معايا حاجة تانية الناس بتشوف أنزي ماري في الملعب إنه هو بيقعد يزعق ويشتم ويعمل هو كان شخصية تانية خالص برى الملعب فكروا فيها أنزي ماري قاعد يلعب في الإيرا اللي كان فيها روجر فادرر ورافا نادل ونوباك جوكوفيتش وقدر في وسط الناس دي إنه يحقق كل الإنجازات اللي أي حد عايز يحققها في الرياضة جران سلام وكسب ووليمبيك مادرز وكسب وديبس كاب وكسب وعمل كده في بلد ما بتطلعش لعيبة وفي بلد ما كانش عندها ويمبودن شامبيون من التلاتينات فهو إنجازاته الواحد ممكن يتكلم عنها فترة طويلة قوي وهو أنزي دلوقتي الدنيا بالنسبة له حزينة جدا طبعا إنه ماكيش حد عايز يوقف الرياضة بتاعته بسبب إصابة لكن هوا لما الفترة دي تعدي ويبتدي يركز في إنه قدي إيه هي هاد أناميزن كارير متجوز وعنده دو تشيلدرن وحياته مستقرة وعنده الشركة ماناجمت بتاعته اللي هو من خلالها بيحاول يحقق برضو واحدة من الأهداف بتاعته إنه هو يساعد الجيل الصغير من اللعيبة مش بس في التانس في رياضات أخرى هو عنده هي ماناجز اتنين سفرينترز انجليز بنات اتنين لعيبة كورة من سكوتلندا في التانس بيسبونسر التينيجرز ايدن مكيو وكيتي سوان ومن خلال ده هو بيساعدهم هو بيرسنلي اللي محتاج منه أدفايس اللي محتاج منه حاجة يعني موضوع مش بس مناجمت من ناحية إنه بيساعدهم في الاندورسمنت ديالز والحاجات دي أو التيم بتاعه اللي بيساعدهم فهو عندي مستقبله السورتد إنما هو حاليا أكيد الوضوع واجعه قوي بس أول ما يهدى كده ويفكر وكل حاجة هيلاقي إنه بجد التأثير اللي عمله في التانس حاجة مش هتتنسي اسمه الكتب في التاريخ ميبي ما عندوش عدد الكانسلانز بتاعت روجر ولا رافا ولا نوفا بس أندي قدر بالمهارات اللي عنده يماكسمايز على قد ما يقدر اللي طلع بيه من الرياضة دي أنا عن نفسي لسه مش مستوعبة ولسه مش مصدقة إن أنا هتطر أعيش على التور من غير أندي ماري لكن أنا متأكدة إنه هو هيرجع إن وان وي وان 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 وكامدرب كمدرب ممكن يبقى مدرب رائع ممكن يبقى مدرب بجد بجد رائع ممكن يرجع ككومنتيتر إحنا شفنا بس نبذة من طريقته كمعلق على البي بي سي السنة اللي فاتت في ويمبلدن وكان طبعا خيالي هنشوفه تاني هيوحشنا جدا في الملعب وياريت ياريت 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 يقدر يعمل ماتش كويس دي روبيرتو بقى تستأجوت بكرة هيبقى صعبة لأن روبيرتو لعيب عنيد ويعني ريلنتلس إنما هيلاقي سابورت غالبا عمره محسه في حياته ولا في ويمبلدن ولا في ايه هتا تانية بصراحة كلنا وراه حتى اللعيبة اللي هي الرايفلز بتوعه كلهم وراه وأنا عن نفسي بكرة أول واحدة هبقى قاعدة في ميلبرن أرينا عشان أتفرج على الماتش بتاع عندي ماري اللي احتمال يكون آخر ماتش في تاريخه اشتركوا في القناة